أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد أن العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة تزداد رسوخا في ظل ما تحظى به من اهتمام كبير على مختلف المستويات مستلهمة المتنتها من ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وتاريخية ممتدة وأعرب سموه حفظه الله لدى لقائه اليوم بقصر القضيبية بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية سعادة السيد عصام عواد سفير المصري لدى البلاد بمناسبة انتهاء فترة عمله عن تقدير مملكة البحرين للمواقف المصرية الداعمة لأمن واستقرار المنطقة ودوها سموه في هذا الصدد بالمباحثات التي جرت بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله وأخيه فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في مملكة البحرين وقال سموه إن المملكة تثمن عاليا ما يمثله الدور المصري من قيمة استراتيجية للعمق العربي وما عبر عنه فخامة الرئيس المصري خلال كلمته في منتدى حوار المنامة من استعداد للتعاون مع القوى الإقليمية والدولية التي تدرك أهمية استقرار العالم العربي وأشهد سموه بالجهود الطيبة التي بذلها سعادة السفير عصام عواد وأيسامه في تعزيز العلاقات الثنائية معربا سموه عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق فيما يسند إليه من مهام جديدة من جانبه أعرب السفير المصري لصاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره على ما لقيه من دعم ومساندة أسهمت في تسهيل مهمته وأشهد بما يبديه سموه من اهتمام كبير بالعلاقات البحرينية المصرية متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التطور والرفع في ظل قيادتها الحكيمة